وهي بنا نجيب على هذه الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق عندنا مي بتقول يا مولانا بعد إذنك ممكن أعرف سماع الأغاني حرام ولا حلال يا أستاذة مي أولا الأغاني فيها خلاف بين السادة العلماء قول يرى بحرمة سماع الموسيقى ونفرق بين الأمرين بين الآلات الموسيقية في حدها وفي حلتها الأل ذات نفسها الألم ده ألم حلال قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر أستعمله إن أنا أؤذي به الناس أو أستعمله في المنفع أو أستعمله في المدار وبالتالي يجب على كل إنسان أن ينتبه الألف حد ذاتها ده قال للكتابة إما يستعملها للخير وإما يستعملها للشر في حد ذاتها دي وسيلة وسميت هذه الوسيلة بالوسيلة مشهوبة أي في أصل حلال لكن طرأ عليها الحرام نفرق بين الكلمات وبين الآلات أولا الكلمات إذا كانت الكلمات حسانة طيبة لا تسير الغرائس ولا المشاعر ولا تؤدي إلى الهاجان ولا تؤدي إلى التمايل وإلى الرقص وإلى غير ذلك وإلى الوسائل المحرمة فبها ونعمة يعني إيه مولانا أنا مثلا بحث الجنود على المحافظة على أرضهم وعرضهم ووطنهم بغنية ما فيش مشكلة أنا مثلا عندي مولود يا مولانا بتفائل بي أو ربنا رزقني بمولود وغنيت الأغنية ما فيش فهم مشكلة عندي فرح يا مولانا وغنيت أغاني بكلمات طيبة جميلة كلمات كويس ما فيش فهم مشكلة أهم حاجة كلمات ليست بذيئة ولا تسير المشاعر ولا الغرائس سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقول والله لو لالله ما احتدينا ولا صنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام اللا قينا اللهم لا عيش الأخرة فرحم الأنصار والمهاجرة هكذا كان كلمات النبي صلى الله وسلم وأشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجب علينا أن نحزو هذا الحزو الكلمات طالما إنها طيبة ما فيش فهم مشكلة أما إذا كانت الكلمات بذيئة ومبتذلة زي الشبشب ضاع زي مش عرف إيه زي إيه زي كلمات من ده زي مرجحة زي حمطور زي مش عرف كل الكلام ده لا يصح ولا جوز وسنحاسب أمام الله عز وجل اسمع القرآن ينظف هذه الأذن على الأقل إن متى تموت وأنت تسمع القرآن تأتي يوم القيامة وأنت تتلو القرآن وتسمع القرآن القرآن هو الذي يضبط المشاعر اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة الدراسات العلمية الحديثة لمن لديه عصبية شديدة وسرع وأواء إلى غير ذلك ينصح الأطباء بأن يسمع هذا الشاب أو هذه الفتاة القرآن بصوت عذب ندي فإن القرآن يضبط يضبط بداخله المشاعر ويضبط بداخله وبداخل الغدة والغدة يضبطها القرآن الكريم لأنه نور كلمات تسري فيها نور لأنها كلمات الحق سبحانه وتعالى تتلألع على هذا القلب وهذا الفؤاد ده بالنسبة للكلمات أما بالنسبة للموسيقى في حد ذاتها للآلات العلماء ورد اختلفوا على قولين القول ألك يا رب حرمتها مطلقا ولو أذلته لما جاء لتفصيلها والقول الثاني يرى بالحلة ماشي لأن سيدنا أبو بكر يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فوجر الجاريتان يغنيان واضربان بالدف فقال أمزمار من مزامير الشيطان في بيت النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهما يا أبا بكر فإن الليلة تلايلة توعيد والسيد العيش رضي الله عنها وأرضاها والجاريتان كان يغنيان وكانت سيد العيش تقف على كتف النبي وترى فالأدلة كثيرة يعني ذكرها فضيلة مولانا الشيخ إجاد الحق رحمه الله في كتابه الفتاوى وذكرت في كتاب الفتاوى يعني في كثير من كتب الفقه ونيل الأوطار وغير ذلك تعرض العلماء الأجلاء والفقه الميسر والفقه الواضح موسوعة الفقه ذكرت هذه الأدلة وبينت الحكم على هذه الأدلة خلاف ضرب نستدع علماء لكن يا أستاذ مي أنا أرى أن يسمع الإنسان والقرآن لأن هذه الموسيقى تلهيه ولكن إن كانت الكلمات طيبة لا أثر فيها ونحن إن كلنا بحلتها إن كلنا بحلتها وفرضنا بحلتها إن كانت الكلمات طيبة تحث على العمل تحث على البناء تحث على التعمير تحث على الحب تحث على احترام الأب والأم تحث على بناء الإنسان وشخصية الإنسان تحث على الاحترام لا بأس بها والله تعالى أعلى وأعلم